الكورونا، الكورونا، الكورونا خدوا بالكم من الكورونا الكورونا تأتي على الأخضر واليابس الكورونا ما فيهاش وصفات بلدي الكورونا ما فيش فيها واحد صح بيقال لي الكورونا هي أنك أنت تروح للدكتور الكورونا هي أنك أنت تتابع حالتك بمنتهى الدقة ما فيهاش غزار الكورونا أعرضها بتختلف من بني آدم إلى آخر الكورونا لها بروتوكول دواء يوصفه مين؟ يوصفه الدكتور دواء اللي هياخد يوسف غير دواء اللي هياخده محمود غير دواء اللي هياخده وشفيق غير دواء اللي هياخده عمر ليه ممكن يبقى فلان الفلاني مثلا عنده حاجة في القلب فلان العلاني عنده حاجة في الجهاز التنفسي ترتاني الترتاني مش عارف أصلا عنده سرعة ترسيب وبالتالي لازم الدكتور ليوصف الدواء جوه واحد صاحبي جاله كورونا فخد الرشدة دي يلا هاتها ده كلام فاضي من ناحية تانية الدولة مهتمة جدا بمسألة الكورونا وموجتها التالتة ومسألة صعودها إلى مراحل الظروة يمكن حتى وزيرة الصحة تكلمت في هذا الموضوع ونصحت الناس خلي بالكم يا جماعة يا سادة يا كرام العالم العالم اللي فيه دول أغنى مننا عشرات المرات ومتقدمة علينا تكنولوجيا وعلميا عشرات المرات أيضا للأسف معرفتش توقف قدام الكورونا احنا نوقف قدام الكورونا ازاي بالمخ بالإجراءات احتياطات احترازات هيئة الدولة المصرية بتوجه شركات الأدوية بضرورة زيادة الانتاج خد بالك الكلمة ايه انتاج من المستحضرات الدوائية المستخدمة في بروتوكول علاج كورونا بتوضح الهيئة انها استطاعت خلال السنة اللي فاتت تسجيل 16 مستحضر دوائي جديد من المستحضرات الدوائية الخاصة بكورونا بتشير الهيئة الى ايه كمان؟ الى انه اجراءات الهيئة والخاصة تحديدا بمستحضر راميديسفير سهمت في خفض تكلفة الانتاج بنسبة الحمد لله عشرة في المية عشان الدواء يبقى موجود بسعر معقول طيب هنا عشرة في المية من التكلفة الاصلية للمنتج بسعره العالمي اللي كانت بقى بتتروح ما بين كم؟ من خمسة لستة الاف جنيه للجرعة الوحدة وبالنسبة لمستحضر فيبرافير فقد تم خفض النسبة المئوية في سعره لتصل الى عشرين في المية من التكلفة الاجمالية الاصلية للمنتج برضو بسعره العالمي واللي كان بيوصل من اربعة لخمس تلاف جنيه تاني الهيئة بتقول يا جماعة شركات الدواء زودوا انتاجكم من الادوية الخاصة بتاعة كورونا علشان تبقى متاحة ومتوفرة علشان يبقى السعر في متناول الجميع لهايقب تتابع كل هذه الاجراءات عن كثب وبمنتهى الدقة وما فيش مجال حد يكذب ولا يزود اسعار هيتجاب عشان بس نبقى متفقين لكن فوق كل ده انت خد بالك خدوا بالك